السلام عليكم في بودكاست باي شايما في سلسلة التنمية البشرية لتطوير الذات سأعطيك بهذا المقطع مفتاحا من أهم المفاتيح للتغيير الشخصي لو استعملته فسوف تتحسن في كل شيء في حياته يحتاج منك استعمال هذا المفتاح وتطبيقه في حياتك دقيقتين في اليوم فقط وقبل أن أعطيك المفتاح دعني أسألك سؤالا كلنا نريد أن نتغير للأفضل في عباداتنا وعاداتنا وحياتنا في كل شيء تقريبا لماذا ينجح البعض في ذلك ويفشر المعظم؟ السر أن الفهم لا يعني التنفيذ إطلاقا ولو كان الأمر كذلك لكان حال المسلمين الآن أفضل مما هي عليه بكثير فالمسلمون يؤمنون بأمثل القيم على الإطلاق ولكن أين هم من هذا التطبيق؟ فالفهم لا يعني التنفيذ إطلاقا فأثبتت فاعلية من الذين يحضرون الدورات التدريبية لا يتغيرون إطلاقا بنسبة 70% فيغيرون شيئا ما وليس كل شيء الذي قام بهذه الدراسة هو الدكتور مارشيل سميث الذي يعتبر مفكر القيادية الأول في العالم نعم بحيث كان يذكر الباحث أنه في نهاية كل دورة يسأل الحاضرين هل سنون تغيير ما تعلمتوه؟ كانت الإجابة نعم بالمئة بالمئة إذن لماذا لا يتغير الناس لرغم أنهم يريدون هذا؟ النتيجة هنا أهم جملة يمكن أن تسمعها في علم التغيير لن تتحسن بدون متابعة وزدت الدراسة أن هناك تناسبا طرديا واضحا جدا بين التغيير الذي حدث والمتابعة فالذين لم يتابعوا لم يتغيروا إطلاقا والذين قاموا بالمتابعة تغيروا بقدر تلك المتابعة إذن ما هي أفضل طريقة إذن للتعلم؟ من هنا يجب أن تعمل لنفسك جدولا للمهام اليومية تراجعه كل ليلة لترى التزامك بما وضعته لم تثبت هذه الطريقة جدوى كبيرة بسبب صعوبة الالتزام بها والملل السريع منها وسهولة تركها والطريقة الجديدة التي سأذكرها لك هي طريقة الدقيقتين يوميا نعم لنبدأ العمل أحضر ورقة واكتف فيها الأمور التي تريد أن تغيرها ما هي النشاطات اليومية التي تريد القيام بها أو التوقف عنها ما هي أهم العادات التي تريد اكتسابها أو التخلي عنها سأقدم مثالا أحضر ورقة أولا هل صليت الفجر في الجماعة؟ ثانيا كم مرة غضبت اليوم؟ ثالثا هل قرأت جزءا من القرآن؟ ثابعا هل شاهدت فيلما وثائقيا؟ خامسا كم ساعة جلت تفضح على مواقع التواصل الاجتماعي؟ ثالثا كم قضيت اليوم مع أصفالك؟ ثابعا كم دقيقة قرأت اليوم؟ هذه الورقة لن تحتفظ بها لنفسك بل ستعطيها لشخص آخر يتابعك بها كل يوم بأن يسألك هذه الأسئلة وتجيب عليها هذا الشخص سابد أن تتوفر فيه سفتان أولا يحبك ولذلك هو مستعد بأن يتصل بك يوميا والثانية يهمه أمرك من أما بالنسبة لتطبيق الطريقة فهي ليست بالضرورة أن يكون التواصل مباشرا فعلى الأغلب سيكون عبر الأنسرنات أو الهاتف أطلب منه أن لا يلومك إن قصرت وحاول أن تكون هذه المحادثة قصيرة قدر الإمكان دقيقة ثاني نعم تكفيين تماما هذا ضروري حتى يكون الاستمرار في التطبيق أسهل من النادر أن تقوم بكل الأعمال التي كتبتها في نفس اليوم فتنتظر نسبة الإنتاج 50% من المهام قد تكون نسبة جيدة جدا فكن سعيدا مطمئنا بذلك فهناك قواعد أساسية في زيادة فاعلية هذه الطريقة سنذكرها في المقطع القادم القاعدة الأساسية هي أفضل وقت للتغيير هو الآن ليس غدا أو السبق القادم أو بداية الشهر أو بعد أسبوعين عندما تتم الأعمال التي أنت مشغل بها الآن أفضل وقت للتغيير هو الآن نعم اكتب على ورقتك الآن ماذا تريد أن تفعلها كل يوم لا تقلق القائمة قابلة للتعديل ثم ابحث عن صديقك الشخصي وتواصل معه وابدأ عملية التغيير والمتابعة وأخبرنا على فعيلية هذه الطريقة وأثرها في حياتك بعد تطفيقها لها لا تتكافل ولا تؤجل استعين بالله ولا تعجز كانت معكم بالهدف شيما من بودكاست باي شيما think big you get big إلى اللقاء في المقطع القادم